في مسعى منها لتضييق الخناق على مارب استهدفت ميليشيا الحوثي محطة ضخ النفطية وقالت وزارة النفط والمعادن إن إحدى المحطات الخاصة بأنبوب صافر النفطي تعرضت لهجوم إرهابي الهجوم الحوثي طال محطة ضخ النفط عبر أنبوب صافر الواقع في منطقة سرواح في عمل وصفته وزارة النفط في بيان لها بالتخريبي والذي يهدف لاستنزاف مقدرات الدولة وممتلكات الشعب اليمني الوزارة في بيانها أكدت أن الضربة التدميرية للمحطة النفطية أتت في إطار سياسة الميليشيا الإنقلابية لخلط الأوراق سعيا منها لإفشال جهود التسوية وتأكيدا على سلوكها المستمر في نقض العهود الدولية الاعتداء على المحطة النفطية بصرواح يعد وفق بيان الوزارة ناقوس خطر قادم على مأرب ومكتسباتها ما يضع الجيش الوطني والتحالف أمام مهمة تامين الشركات النفطية ونابيب الغاز الهجوم الحوثي أتى بعد معارك عنيفة غرب مارب تصدى فيها الجيش لمحاولات ميليشيا الحوثي السيطرة على مناطق استراتيجية في صرواح بالتزامن مع الانتصارات التي يحققها الجيش في جبال هيلان وهو ما يفرض من خصوم الحوثي توحيد جهودهم في دعم الجيش الذي يحتاج لقرار سياسي موحد وجاد يضمن الدعم العسكرية واللوجستية المستمر ترجمة نانسي قنقر